اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع الضغط على الجرس ليصلكم الجديد ادعموني باللايكات وبالتعليقات من اجل المزيد من الوصفات واستمرارية القناة يا احلى وارواع مشتركة لتحذيرها اذا نبدأ بسم الله على بركة الله عندي المقادير التالية عندي حبة بيض عندي علبة من الجبن هاداف خمش دوريجيم عندي قطعة من لمغغغين او الزبدة ما يعادل تقريبا ملعقة كبيرة او حوالي 40 قرام نحتاج الى 4 حبات من الجبن هادافة الابيض او تحبو تشروه يعني بالميزان نحتاج الى ملعقتين كبارة من الناشا او المايزينة نحتاج كمية من الجبن المبشور والى 500 مللتر من الحالب نفرغ الحالب ديالي اللي هو كما قد لكم حوالي نص رتل من الحالب نحطه في كسرونة ونحطه فوق النار يسخن ونروح نجهز باقي المواد او المقادير نحط في اينا حبة على البيض نضيف عليها هادوك الملعقتين تع الناشا ملعقتين كبار ماشي مع مرين بزاف نحط عليهم هادوك العلبة عفوا انتاع الجبن هنا الجبن هادا تقدروا تستغنوا عليه ولكن ستقونية طيبنة يعني رائعة بزاف تقدروا تعوضوه كذلك بيعني نص كاس من الكريمة الطازجة السائلة كذلك هتعطيكم ذوق رائع اللي هنا في الكريمة اذا كاش يعني تقدروا تستغنوا عليها وتعوضوه هنا بشوية الحليب فقط باش تقدروا تخلطو هادو الناشا حتى مع البيض حتى تحصلو على خالط يكون هاكدا يكون ليس املس خالي من اي حبيبات نخلط ملح بالفوي حتى يسخن الحليب نضيف هاداك الحليب هاكدا تدريجيا مع الخلط احنا راح نعملو بمبدأ تحضير كريمة الباتيسيال نحط الحليب هاداك الساخن عاود نرجعو الكاسرونة ونضيف عليه هاداك الجبن مع القطع التعلى لمعقارين او الزبدة ونرجع الكاسرونة ديالي فوق النار مع الخلط المستعمر النار طبعا تكون متوسطة حتى نتحصل على يعني خالي تكون تقيل هنا بالنسبة للكثافة دياله يعني كم انتم من تحكموا فيها وذلك من خلال يعني كمية الناشا اللي هتحطوها يعني وعلى حسب الوصفة اللي كو حابين تستعملوا هادا الكريمة لكن حبيتوها تقيلة معلكم فقط انكم تزيدوا في الناشا ولكن حبيتوها يعني خفيفة على هاكدا تنقصوا من كمية الناشا نخلط هاكدا كما تشوفو حتى تعقد الكريمة ديالي ثم نطفع لها هنا انا حنعطل الكريمة ديالي بقليل من الفلفل الاسود ونضفع لها كذلك الملح هنا الملح لنرده بالنا لاننا حطينا الجبن ره مالح وعدنا هذا كذلك الجبن المبشور انا هنا استعملت قودة كذلك ره مالح لذلك نخلو الملح لاخر يعني في اخر مرحلة باش ندوقوه يعني ومتجي نشهد الصلصة ملحة بزاف هنا كما قلت لكم انكم حابين تعطروا هادا الكريمة ديالكم سواء بالثوم البودرة او باي اعشاب ماعد نوس زعيطرة زعتر يعني هنا لكم الاختيار في تعطيرها لحسب ذوقكم وهي هنا الكريمة ديالي راهي جاهزة عندها قوام رائع لا تكس شو اغتحات جيليس جي بزاف شابا انا شخصيا يعني وليت من استغناش عليها سواء في ليقغاتا ولا في المملحات لانها تجي خفيفة بزاف على صلصة البشامال وحتى كماشتوا طريقة تحضير ديالها سهلة بزاف وعندها ذوق مميز ذوق الجبن وحتى الاطفال لما راحين يحبوها بزاف ويعني يحياكلوا الليقغاتا اللي حنحضروهم بهذه الكريمة حبيباتي هذا هو الفيديو لنهار اليوم ان شاء الله يكون لإعجابكم دمتم في الرعاية الله وحفظه وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر